بوساطة مصرية قطرية وصلنا أخيراً لهدنة إنسانية لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العسكرية والعدائية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة ووقف حركة الأليات العسكرية المتواخلة داخل القطاع بالإضافة طبعاً لإدخال المزيد من المواد الإغاثية والإنسانية عبر معبر رفح تفاصيل كتير جداً حول هذه الهدنة خلينا نعرفها نتعرف أكتر على اتفاق الهدنة الطور المصري كل هذه التفاصيل نعرفها من الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بجماعة القاهرة صباح الخير على حديكي دكتور صباح النور يعني لعله يوم يحمل أخبار مبشرة وإيجابية لأهلين في قطاع غزة والعالم العربي أجمع والإنسانية الحقيقة خلينا في البداية فعندما نعرف أستاذ المشاهدين بنود هذه الاتفاقية من الجانب الإسرائيلي جانب قوات الاحتلال أيضاً ومن جانب حماس البنود والشروط ورد فقط هو طبعاً منذ البداية كان من المطروح أن يحدث تحرير للأسرة والرهائن الإسرائيليين مقابل الإفراج عن كل الأسرة الفلسطينيين في السجون الإسرائيلي طبعاً الدعاية الإسرائيلية في البداية حاولت أن تركز كثيراً على موضوع الأسرة والرهائن الإسرائيليين ناسية أو متناسية أن هناك آلافاً مؤلفة يقبعون في السجون الإسرائيلية منذ بعضهم منذ عشرات السنين طبعاً وفي البداية كان واضحاً أن المنهج الإسرائيلي قائم على الانتقام أن نوجه لهم ضربة موجعة تجبرهم على الإفراج عن الأسرة أو نهزمهم فنستطيع تحرير الأسرة بالقوة طبعاً نحن الآن تجاوزنا شهراً ونصف ولم تتمكن إسرائيل من تحرير أي أسير أو رهينة اللهم إلا ادعائها بأنها حررت رهينة واتضح طبعاً أن هذا كذب وأنها لم تكن موجودة بحوزة حماس ففي النهاية سواء بضغط صمود المقاومة أو الضغط من داخل إسرائيل من خلال أسر الرهائن والأسرة أو الضغط الخارجي لأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً أصبحت تشعر بالحرج لأنها تدافع عن سياسة باطلة نتيجة كل هذه العوامل صمود المقاومة، الضغط من داخل إسرائيل، الضغط الخارجي يعني وافق نتنياهو مضطراً وهناك ما زال عضوين على الأقل في حكومته يعترضان على هذه الاتفاقية وافق على الاتفاقية جوهر الاتفاقية هو أن تفرج حماس عن خمسين من الرهائن المدنيين نساء وأطفال ومدنيين وبينهم فيما أعتقد رهينتان أمريكيتان في مقابل أن إسرائيل تفرج عن أظن حوالي تلتميت امرأة وطفل من الأسرة أو باستخدام نفس التعبير الرهائن لدى إسرائيل وأن لكي تتم هذه الصفقة لابد أن يحدث وقف إطلاق نار لمدة أربعة أيام قابلة للتجديد بمعنى أنه إذا تعثرت إجراءات التسليم والتسلم من الممكن أن يمتد وقف إطلاق النار بل إن المنطق يدفعنا إلى تصور أنه طالما أنه وفق على المبدأ وطالما أن هناك ما زال أسرة إسرائيليين لدى حماس وبعضهم شديد الأهمية رتب عسكرية عالية وبالتالي نأمل أن تستمر العملية وأن وقف إطلاق النار لا يكون أياما وإنما قد يطول إلى أسابيع وقد أتصور أنه من الممكن أن هذا الاتفاق يدمر جوهر عملية الانتقام الإسرائيلي لأنه بعد أن يتضح أن حماس ملتزمة بما وافقت عليه وما إلى هذا ستصبح مهمة إسرائيل في استئناف القتال بنفس الوحشية التي كانت عليها قبل ذلك مهمة أصعب في هذه النقطة تحديداً ده يتفعل السؤال حضرتك دكتور أحمد أنه إذا تم المرحلة الأولى وهي مرحلة أولى من الاتفاق بالإفراج عن 50 من النساء والأطفال الموجودين الأسرة لدى الجانب الفلسطيني مقابل 150 فلسطيني في السجون الإسرائيلية هل برأي حضرتك ده حيدفع أهالي باقي الأسرة من الجانب الإسرائيلي للضغط يعني هو مدام دخلنا في عملية تفاوضية للتبادل الأسرة فده سيقصر من أمد الحرب وسوف يزيد من الضغط الداخلي لأن أهالي الباقين إذا رأوا أن هناك من أفرج عنهم وأنهم ما زالوا حتى الآن مرتهنين داخل قطاع غزة يزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية أكثر أتفق معك تماما أن هذه العملية الجزئية إذا نجحت إن شاء الله ستولد زخما جديدا كما ذكرت بالضبط أن أهالي بقية الأسرة والرهائن سيقولون ولماذا لسنا نحن أيضا وبالتالي تستمر العملية أيضا الضغط الخارجي سوف يستمر وبالتالي الأمل في سيناريو هو غير مؤكد لكن وارد الأمل في سيناريو إنه إذا نجحت المرحلة الأولى فلابد أنه ستتلوها مراحل وطبعا إذا تصورنا أن هذه العملية ستستغرق مثلا شهرا أو أكثر سيصبح من الصعوبة بمكان أنه تستمر عمليات القصف الهامجي الوحشي ومسألة الدعاوي بتاعت اكتفاف حماس والقضاء على مشعاره وكل حمساوي يجب أن يموت وكل هذا الكلام الفارغ أتصور أنه ربما يكون هناك تفكير جديد في المسألة برمتها ولكن الفندم خرج بن يمين نتنياهو وأيضا خرج وزير الدفاع الإسرائيلي وتحدث عن أنه هذه الهدنة وإن توصلوا الاتفاق أو إن تم التأكيد على التوصل لهذا الاتفاق هذا لا ينفي إتمام العملية العسكرية وأن العملية العسكرية مستمرة في قطاع غزة وما إلى ذلك فحضرتك بتشوف هذه التصريحات إزاي شو في حضرتك هو لو لاحظنا تصريحات القادة الإسرائيلي منذ البداية سنلاحظ أنها كانت بالغة الغرور وبالغة التشدد يعني اكتفاف حماس انتقامنا سيكون مروعا وسيغير الشرق الأوسط يعني لم يحدث أي شيء مما تحدثوا عنه وبالتالي هم يقولون هذا بس أنا بتصور هما لم يحققوا أهدفهم يا فندم بس هما بالفعل يعني إن كان الحديث عن قطع الكهرباء والميا والغذاء والوقود بالفعل هما عملوا ده تحدثوا عن توغل بريء بالفعل حصل ده آه ما قدروا الشحاء وأهدفهم ده حقي ولكن هذا التهديد بالفعل هما عموا بيه صحيح ولكنهم لم يحققوا أي إنجاز استراتيجي اللهم إلا تدمير المنازل وقتل آلاف الغزويين وبالتالي هي الفكرة أنهم يقولون وكأنها عملية ميكانيكية سنفرج عن الأسرة ثم نستأنف قتلكم طبعا هذه العملية واردة أنا لا أقول أنها مستحيلة إنما أتصور أن هذه العملية ستولد زخما جديدا أنه مزيد من الضغوط داخل إسرائيل مزيد من الضغوط الخارجية على القادة الإسرائيليين بحيث أنه نأمل أنه لا يعودوا إلى مكانوا عليه طبعا إذا عادوا فالمقاومة موجودة وصمدت وكبدتهم خسائر فادحة حضرتك فيما يتعلق بصمود هذه الهدنة خلال الساعات المقبلة إذا دخلت حيث التنفيذ توقعات حضرتك إلى عدم الاختراق من الجانب الإسرائيلي خرق هذه الهدنة وأيضا الجبهة الشمالية جبهة لبنان هل بالتبعية سيكون هناك تهدئة تبعنا على مدار الأيام الماضية تصعيد شديد على الجبهة اللبنانية مع حزب الله ستشمل هذه الجبهة أيضا وستدخل في نطاق التهدئة هو بالنسبة لإسرائيل أنا أتصور أنها يجب أن تلتزم لأنها صاحبة مصلحة لأنه لو ثبت تماما كما ثبت كذبهم في موضوع مستشفى الشفاء والقيادة المقاومة التي تحت المستشفى فإذا ثبت أنهم عرقلوا عامدين هذه الاتفاقية أنا أعتقد أنهم سيخسرون الكثير أما بالنسبة لجبهة الشمال فهو منذ البداية حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ربط بين التطورات في غزة وبين التطورات في جبهة لبنان بمعنى أنه كلما حدث تصعيد سوف يصعد هو في جبهة الشمال الآن بالمنطق أنه إذا حدث وقف لإطلاق النار في غزة أن تحدث تهدئة ننتظر بها إلى أن نرى ماذا سيحدث في مقبل الأيام قد لا يكون هذا مؤكدا لكن المنطق يقول هذا خلينا نروح لهذا الخبر الهام والعاجل وسيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي نشر عبر موقعه على مواقع التواصل الاجتماعي أود أن أعرب عن ترحيبي بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين وأؤكد استبرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرد السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة يعني مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي السيد الرئيس بيؤكد أنه يعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين وأؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرد السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ده بيعكس الموقف المصري وده بخلينا أسأل حضرتك دكتور أحمد كيف ساهمت مصر من اليوم الأول في الوصول لهذه اللحظة لحظة تحقيق هذا الاتفاق اتفاق الهدنة اللحنة بننتظره منذ أيام طبعا هو الموقف المصري اتجاه القضية الفلسطينية موقف يعود إلى بدء القضية نفسها منذ عام 1948 وليس لدينا الوقت لاستعراض هذا الموقف لكن منذ اللحظة الأولى لعملية طفان الأقصى يوم 7 أكتوبر تبلور الموقف المصري بطريقة شديدة الوضوح هو ميزة السياسة المصرية أنها سياسة بمعنى أنها ليست ردود فعل لمواقف طارئة أو شيء من هذا القبيل فمنذ البداية ركز الموقف المصري على عدد من العناصر المتكاملة شديدة الأهمية وقف اطلاق النار ضرورة دخول المساعدات إلى القطاع لأنه طبعا وقف اطلاق نار مع ترك أهلنا في غزة يعانون من قطع المياه والكارباء والغزاء وما إلى هذا ومصر في هذا الصدد كان لها مواقف مشرفة رفض خروج أي مخلوق من معبر رفح إلا إذا دخلت المساعدات فوقف اطلاق النار ودخول المساعدات ثم نقطة في منتهى الأهمية رفض التهجير لأنه التهجير ليس يعني فزاعة نخشى منها إنما هو تصريحات يقولها مسؤولون في إسرائيل ومثقفون في إسرائيل مصر كانت واضحة منذ اللحظة الأولى إنه لا للتهجير ليس لأننا نخشى من وجود فلسطينيين فيما بيننا مصر بسم الله ما سأل الله فيها أكثر من عشر مليون عربي إنما تهجير أهل غزة إلى سينة أو غير سينة معناه تصفيت القضية الفلسطينية وتنفيذ المخطط الصهيوني إلى نهايته وبالتالي العنصر التالت كان رفض التهجير والعنصر الرابع والأخير أن كل ما يحدث سواء في 7 أكتوبر أو قبل 7 أكتوبر سبب انعدام الأفق السياسي للقضية الفلسطينية في نقطة كمان مهمة جدا تحدثت عنها المقاومة الفلسطينية وهي فكرة عدم التعرض للمدنيين في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية سعيد حديثة فاندم هل هناك أليات لمراقبة تنفيذ هذه الهدنة أو حتى التعامل إذا تم خرق هذه الهدنة؟ طبعا هو نفترض أن إسرائيل ستلتزم بعدم التعرض للمدنيين في أيام وقف إطلاق النار إذا امتد وقف إطلاق النار وتغير المناخ العام للمعركة الدائرة سنطمع في أن يكون نوع من أنواع آليات الحماية للمدنيين لكن إذا فشل هذا الاتفاق في أن يمتد إلى ما بعد تنفيذ هذه الصفقة الجزئية للأسف فإن حماية المدنيين لن تحدث إلا بمزيد من صمود المقاومة ومزيد من الضغوط الخارجية على إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية طبعا رحبت بذلك وشكرت جميع الأطراف المتعاونة كيف نعول على دور أمريكي الفترة المقبلة لوقف إطلاق النار خاصة أن بايدن حتى نشر مقال في الواشنطن بوست تحدث أن حل الدولتين هو الحل الأمثل ويعني يفوق فكرة وقف إطلاق النار نحن نريد إلى ما هو أبعد من وقف إطلاق النار إلى حل الدولتين هل يمكن أن نطرح دوليا الآن؟ هو طبعا الموقف الأمريكي تاريخيا شديد لانحياز لإسرائيل وفي بداية عملية 7 أكتوبر كان متطابقا مع إسرائيل لكن مع صمود المقاومة وثورة الرأي العام العالمي وضغوط داخلية أمريكية هناك تمرد في وزارة الخارجية الأمريكية بدأ الموقف الأمريكي يختلف جزئيا وبالتالي باستمرار هذه العوامل التي أفضت إلى هذا التغيير نأمل في أن يحدث تغيير ما الأستاذ الدكتور أحمد يوسف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا